سترسل الصين رائد فضاء لاختوار مختبر الفضاء تيانكوم اثنان الأكثر تطورا وستكون هذه أطول مهمة فضاء مأهولة للصين حيث تستمر ثلاثين يوما تخيل أنك لن تقدر الوقوف على قدميك لعدة أسبوع بدلا من ذلك ستطفو في غرفة تدور حول الأرض هذا هو ما ينتظر رائدي الفضاء الصينيين الذين سيبقيان في مختبر الفضاء تيانكوم اثنين لمدة شهر تقريبا أي ضعف مدة المهمة الصينية السابقة التي كانت 15 يوما مع ذلك الجسم البشري غير مصمم للعيش في حالة عدام الوزن أو العزلة نحاول أن نخلق قبيعة جيدة داخل المختبر للعيش والعمل في مياجر لجعل حياة رواد الفضاء مريحة هناك صممنا بعناية نظام الإضاء وزينة في المركبة لتخفيف من قلقهما كما زودنا المركبة بمعادات لجعل الحياة أكثر سهولة يقصد بذلك مجموعة من الطاولات متعددة الوظائف التي يمكن لرواد الفضاء أن يأكل ويكتب أو حتى يقوم ببعض التجارب العلمية عليها وقد تم تجهيز تيانكون إثنين أيضا بسماعة بلوتوث محمولة حتى يتمكن رواد الفضاء من التحدث إلى الناس على الأرض أثناء تحركهم بحرية في الغرفة في المهمات المأخولة السابقة كان الناس يدعون سماعات كبيرة للاتصال بالأرض لذلك لم يتمكنوا من التحرك بحرية لكن الآن سيكون تحدث من خلال سماعات بلوتوث صنعية الصوت يختبر مصممو تيانكون إثنين أيضا استدامة المياه والغذاء لكن طموحاتهم تتجاوز تمكين الناس من العيش في الفضاء لمدة ثلاثين يوما حيث قال كبير المصممين للمختبر إن فريقه يريد بناء محطة فضاء كاملة يمكنها أن تدعم الحياة لعدة أشهر